إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى له عن فضله ورحمته وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة حتى ترككم جميعًا على المحجة البيضاء ليلنا كنهارنا لا يزيغ عنا إلا هالك فصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً أما بعد عباد الله فموضوع خطبتنا لهذا اليوم ألم وأمل ألم تعيشه أمتنا وألم ينتظرها فمن رحم الألم يخرج الأمل ومن بطن الألم تنهض الأمة والأمم إنه والله ألم نسمعه بأسماعنا وآذاننا ألم نبصره بأعيننا ألم نشهده ليل نهار إذا فتحنا على شاشات الأخبار أو تصفحنا الجرائد والصحف أو نظرنا في المجلات أو تتبعنا الصفحات في الإنترنت نجد الأمة الإسلامية اليوم تعيش في منحنا خطير من تاريخها تعيش في ألم عظيم ومنحة هي والله تستبطن منحة من الله ألم في العراق ألم في سوريا ألم في أفغانستان في الشيشان في لبنان ألم في اليمن في مصر الكنانة في ليبيا في تونس في ميانمار في إفريقيا الوسطى إنها أنهار من دماء إخواننا إن ملايين الرجال من المسلمين قتلوا في هذه البلاد ملايين الأطفال يتموا في هذه البلاد ملايين النساء فقدن أزواجهن وترمل يصلخن ليل نهار وإسلاماه ومعتصماه أين المعتصم؟ ينهض من قبره يقول لهم من المعتصم خليفة المسلمين إلى نكفور كلب الروم إن لم تخرج هذه الأسيرة وأسار المسلمين أتيتك بجيش أوله عندك وآخره عندي قبل بضعة أشهر تقرير عن الأمم المتحدة عن هيئة غير مسلمة تتحدث عن أكثر من ثلاثة آلاف امرأة يعتدى عليهن جنسياً في سجون العراق الله الله إنهن يستصرخن يقولن وإسلاماه ومعتصماه رب ألف وإسلاماه انطلقت من آفواه الصبايا اليتمي هؤلاء الأيتام الملايين في العراق لوحدها قبل عدة سنوات تقرير عن أربع مليون يتيم في العراق وحدها رب ألف وإسلاماه انطلقت من آفواه الصبايا اليتمي لامست أسماعنا لكنها لم تلامس نخوة المعتصم لامست أسماعهم أسماع حكامنا لكنها لم تلامس نخوة المعتصم إن الأمة اليوم تعيش في آلام عظيمة لكن الله عز وجل يجعل بعد عسر يسرى لكن الله عز وجل قد نكره شيئا ويجعل فيه الخير الكثير وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم فالله عز وجل يجعل بعد العسر اليسر ولن يغلب عسر يسرين بإذن الله عز وجل إن أوطاننا اليوم تأن من حروبها تأن من مؤامرات الغرب عليها تأن من منافقيها الذين باعوا الأوطان لأجل دينار ودرهم لأجل دنيا زائلة لا لأخرى باقية إذا نظرنا إلى أوطاننا اليوم فأوطاننا اليوم تقول بلسان حالها قبل لسان مقالها وطن وطن ولكن للغريب وأمة ملها الطغاة وملعب الأضداد يا أمة يا أمة أعيت يا أمة أعيت لطول جهادها أسبات نوم أسبات موت أم سبات رقادي يا أمة أعيت لطول جهادها أسكون موت أم سكون رقادي يا موطن عاث الذئاب بأرضه عهدي بأنك مربض الآساد ماذا التمهل ماذا التمهل في المسير كأننا نمشيك على حسق نمشي على حسك وشوك قتادي هل نرتقي يوما وملء نفوسنا وجل المسوق وذلة المنقاد وهل لأصفاد الحديد وهل لأصفاد الحديد فإننا من آفة التفريق في أصفادي إن العجب العجاب من أناس في عالمنا الإسلامي والعربي اليوم قد أصبحوا لعنة على هذه الأمة قد أذاقوا هذه الأمة أشد الويلات يذبحون أبناء الأمة ويقتلون نساءها تقرير الأمم المتحدة يتحدث عن التعذيب في سوريا يتحدث عن المآسي أكثر من سبع مليون لاجئ داخل سوريا وخارج سوريا يتحدث يقول حتى موظفي الأمم المتحدة من غير المسلمين لم يحتملوا تلك المآسي العظام التي رأوها في سوريا إن هؤلاء المنافقين في الأمة الإسلامية الذين اشتروا هذه الدنيا بالآخرة الذين اشتروا عرضا زائلا قليلا مقابل أخرى لم يرعوا لها شأنا ولا اعتبارا هؤلاء المنافقين هم والله عبيد الدرهم والدينار عبيد الكرسي عبيد الجاه عبيد السلطان عبيد أمريكا عبيد روسيا عبيد غيرها من الدول التي يسمونها عظمى وهي والله ليست عظمى نعم إنهم عبيد لماذا عبيد لأن الحر يأبى أن يبيع ضميره بجميع ما في الأرض من أموالي لأن الحر يأبى أن يبيع ضميره بجميع ما في الأرض من أموالي ولهم ضمائر لو أردت شراءها لملكت أغلاها بربع ريالي شتان شتان بين مصرح عن رأيه حر وبين مخادع ختال يرضى الدناءة كل نذل ساقط إن الدناءة شيمة الأنذال قد لخص النبي عليه الصلاة والسلام لخص عليه الصلاة والسلام ألم منطلق التغيير بقوله من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم حديث رجاله ثقات أخرجه الطبراني في الأوسط والصغير من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم يا شيخ سيبك منها الكلام اطلع لحالك لأولادك لوظيفتك لأكلك لشربك ودعك من أمور الناس بلاش يخذوك يا شيخ من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم إذا كنت مسلما حقا فعليك أن تغضب لله عليك أن تحزن لما يحدث لأولياء الله لما يحدث للمسلمين فنحن جميعا إخوة لا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى لا فرق بين من يتكلم العربية أو الروسية أو الإنجليزية أو الفرنسية أو الصينية إن كان مسلم فنحن جميعا عباد الله إخوانا إن أكرمكم عند الله أتقاكم نعم من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم مع كل ذلك مع هذا الذي نقول ومثله كثير كثير إلا أن الأمل حاضر لا يغيب إلا أن الأمل حاضر لا يغيب والنصر والتمكين لهذه الأمة فأمة بقيت أكثر من مئة عام في استحذاء والذل والهوان والتغييب والاستغباء لا يمكن أن تنهض بين ليلة وضحاها لتصل إلى القمة إن أمة وصلت إلى القاع تحتاج أعوام أعوام من التغيير والارتقاء والأمة ترتقي الأمة ترتقي لكن هذا الارتقاء له ثمن هذا الارتقاء له دماء وجماجم له تضحيات تضحي بها الأمة حتى ترجع إلى ماضيها التليد حتى ترجع أمجادها ترجع عزتها ترجع أنفتها ترجع كرامتها فالكرامة غالية وثمنها غال والأمة كما يقول أحد المفكرين الكبار قبل أيام الأمة لم تنتفض على حكامها لا والله وإنما الأمة انتفضت على نفسها على ذلها على هوانها انتفضت على تخلفها وتأخرها انتفضت على من يريد استحذاءها واستغباءها انتفضت على نفسها لأنها لم تعد تريد أن تبقى عبدة وأن نبقى عبيدا لغيرها فما تستعبدتم الناس وقد ولدتكم أمهاتكم أحرارا إن الله عز وجل مهما دلهمة الخطوب مهما أظلمت في أعين الكثير حال الأمة اليوم لكن النصر قادم الأمل كبير لأن الأمل إنما يخرج من رحم الألم يقول ربكم جل وعلا القائل الله الذي خلقكم وأعلم بمصيركم يقول في قانون واضح جدا حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا إذن النصر لابد له من اختبار من امتحان من غربلة الله عز وجل لن ينصرنا ما دمنا في أحضان يزو أزواجنا وبين أبنائنا نأكل ونمرح ونسر نريد الدنيا بحذفيرها ونريد النصر لا حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا عندها ليميز الله الخبيث من الطيب عندها حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا كما يحدث اليوم استيأس كثير من الناس وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين من اللطائف من لطائف المعارف أن كلمة ألم لو أبدلنا اللام مكان الميم لأصبحت أمل كأن الله عز وجل يخرج الأمل من رحم الألم لذلك قال ربنا جل وعلا في سورة العنكبوت في بداية سورة العنكبوت لأن الغرب والشرق كالعنكبوت يريدون أن يتكالبوا علينا ويربطونا من كل طريق فبدأها ربنا جل وعلا في محاربة هذه العنكبوت يقول ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون إذا أردت الجنة فالجنة لها مهر الجنة سلعة ألا إن سلعة الله غالية هذه السلعة هذه الجنة تحتاج إلى ثمن إلى تضحيات أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون إذا أردت الأمل إذا أردت النصر فلابد أن تمتحن لا بد أن تغربل لا بد أن تبتلى حتى يميز الله الخبيث من الطيب حتى يعلم هل أنت من حزب الرحمن أم حزب الشيطان هل أنت ممن رضيت بهذه الدنيا دار مقر لا دار ممر ودار مقيم لا دار رحيل فاسعد بهذه الدنيا واعلم أن نارا تلظى وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون بانتظارك أما إن كنت ممن يصبرون إن كنت ممن يتحملون حمل هذه الأمة ممن يشعرون بآلام الأمة ويسعون إلى نهضة الأمة كل منا بحسب موقعه فبإذن الله ستكون من الآخرين من الطائفة المنصورة الناجية بإذن الله عز وجل ورسالة في هذا المقام نطيرها للكافرين للمنافقين الذين ينفقون المليارات ليخمدوا صوت الإسلام ينفقون المليارات ليعيدوا تنويم هذا المارد الذي بدأ يتململ ويستيقض وينهض من كبوته يريدون أن يعيدوا سباته نقول لهم ما قال ربنا جل وعلا إن الذين كفروا إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون بإذن الله سيغلبون وهذه المليارات التي تصرف من أموال الأمة الإسلامية للصد عن سبيل الله ستكون عليهم حسرة وسيغلبون لماذا؟ قال ربنا بعد ذلك مباشرة في الآية السابعة والثلاثين مباشرة قال ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون أولئك هم الخاسرون يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي يرويه الإمام البيهقي في شعب الإمام وله روايات كثيرة يقول إن الله عز وجل إذا أحب عبدا ابتلاه كيف يحبني ويبتليني يبتليك حتى يذهب كل سيئاتك فعندما تذهب إلى الله يوم القيامة تدخل الجنة ولا تعذى في نار جهنم الأمة ابتلى الأمة ابتلى حتى تمحص حتى يميز الله الخبيث من الطيب هذا ما علمنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ما علمنيه قائد الأمة بأبي هو وأم محمد علمني أن أبقى دائما مستشرفا مستقبلا مبهرا رائعا للأمة علمني أن أكون دائما صاحب أمل وإن كنت متألما فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول مبشرا لنا ولكم في الحديث الصحيح الذي تحفظون إن كان من كان قبلكم ليمشط أحدهم بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه يفصل لحم عن عظم من العذاب ما يصرفه ذلك عن دينه اليوم بعض الناس عشان وظيفه يكفر بالله بعض الناس ببيع وطنه وأمته ويكون عميل لأجل بضع دنانير لا تقدم ولا تؤخر هؤلاء الناس كانوا يمشطون بالحديد فيفصل لحمهم عن عظمهم لا يصدهم ذلك عن دين الله ويوضع المنشار على مثرق رأس أحدهم فيشق باثنتين نصفين ما يصرفه ذلك عن دينه يقول عليه الصلاة والسلام وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه من عجيب موقف النبي عليه الصلاة والسلام عندما طرد من مكة وحيدا فريدا ربته العرب جميعا عن قوس واحدة وطلبوا رأسه ورأس صديقه ووزيره رأس أبو بكر الصديق فبعثوا السعاية في كل مكان يطلبون رأسه فخرج في صحراء قاحلة صحراء قاحلة لا شجر لا بشر لا حيوان شمس محرقة طريق يتيه فيها البشر لا يوجد له من معين إلا الله لا يوجد من حارس إلا الله من معين إلا الله فتبعه صنديد من صناديد قريش وهو سراقة ابن مالك ابن جعشم حتى أصبح قريب من النبي عليه الصلاة والسلام حتى أبو بكر الصديق يسمع صوت نفس خيل سراقة تخيل المسافة ما أقربه فكان أبو بكر خائف فيكثر من الالتفات ليس خائفا على نفسه وإنما على حبه وصنو روحه محمد صلى الله عليه وسلم لكن انظروا إلى من ملأ الإيمان قلبه إلى من ملأ اليقين وجدانه انظروا إلى محمد صلى الله عليه وسلم الذي واثق بربه لا بالمعايير المادية ولا بالمكايير البشرية وإنما جعل أمره لواحد أحد فرد صمده والله لم يلتفت وإنما بقي متأطئا رأسه يذكر الله هو سراقة شارع سيفه يريد أن يقطع رأسه رسول الله ورسول الله لا يلتفت إليه لماذا؟ لأنه علم علم قوله ثاني ثمين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا مش أمريكا معنا ولا روسيا معنا ولا الصين معنا ولا النفط معنا ولا المليارات معنا الله معنا لم يعبأ بسراقة ابن مالك وبقي متأطئا رأسه يذكر الله عز وجل لأن يقينه معتمل في قلبه وروحه وفؤاده ووجدانه أن الله ينصر رسله والذين آمنوا حتى خارت قدما سفرت السراقة في الأرض المرة الأولى المرة الثانية في القصة المعهودة فعلم سراقة أنه محجوز من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الله حميه فعرف أن الدين الإسلام هو الحق فناذى بالرسول أنقفه أعطاه الأمان علم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله انظر ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام عد يا سراقة ولك سوريك قسرة عد يا سراقة ولك سوريك كسرة سوريك كسرة أعظم سورين على وجه الأرض يلبسهم كسرة أسرة الساسانية حكمت هذه الإمبراطورية الفارسية ثلاثة آلاف عام هذا الوحيد الطريد محمد صلى الله عليه وسلم الذي خرج من بلد إلى بلد لا معين ولا نصير يقول له عد ولك سوريك كسرة هو يستبشر بأننا سنفتح المدائن سنكسر شوكة الفرس والروم وسنقتل كسرة وسنأخذ سوريك كسرة أبشرك يا سراقة بأننا سنعطيك سوريك كسرة انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام في أحلك الظروف في أصعب الأوقات كان عنده أمل بالله عز وجل لأن الأمل لا ينقطع فلنكن كنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أصحاب آمال بالله عز وجل لا بهذه الدنيا اللهم اجعلنا من أصحاب الأمل وإن كنا أصحاب آلم برحمة منك يا أرحم الراحمين أقول قولي هذا واستغفروا الله العظيم لي ولكم فاستغفروا الله يا معشر المصلي الحمد لله وكفاء وصلاة وسلام على المصطفى وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم وبهديهم اقتفى عباد الله الإسلام دين الله الإسلام ليس العالم الفلاني ولا الحزب الفلاني ولا الفصيل الفلاني ولا الجامعة الفلانية ولا المدرسة الفلانية الإسلام لن يموت بموت عالم أو حزب أو فصيل أو دمار بلد أو قتل ملايين من المسلمين لا والله الإسلام باق متجذر في هذه الأرض سيبلغ ما بلغ الشمس والقمر بإذن الله عز وجل فهذا الإسلام لن يهلك بهلاك رؤسائه أو بنهاية معركة فهو ليس عالما أو ملكا أو رئيسا أو مفكرا ينتهي بنهايته فلا يرتبط فنربط مستقبل الإسلام بحكومات هنا وهناك أو أنظمة عدل أو حرف أو بعلماء مهما تقاصروا أو غفلوا والحروب الصالبية شاهدة على ذلك لقد ضرب الله عز وجل لنا مثلا عظيما هؤلاء الذين لا ينمون الليل والنهار يريدون أن يقضوا على الإسلام وأهله شبههم الله عز وجل بمن يريد أن يطفئ الشمس بثمه ينفق على الشمس يريدها أن تنطفئ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا نفس لا تجزعي يا نفس لا تجزعي من شدة عظمة وأيقني من إله الخلق بالفرج كم شدة عرضت ثم انجلت ومضت من بعد تأثيرها في المال والمهج إن الله عز وجل قد وعدكم في آيات كثيرة حتى لا أطيل عليكم أتحدث عن شيء يسير ونزر قليل منها يقول ربنا مبشرا لكم وعد الله الذين آمنوا منكم منكم مش من غيركم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يكفي الإيمان وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمن يعبدونني لا يشركون بي شيئا يعبدونني شو الشرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا لا يشركون بي القوى العظمى لا يشركون بي المال لا يشركون بي شيئا من هذه الدنيا وإنما نوقن أن النصر بيد الله ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون يقول عليه الصلاة والسلام مبشرا لكم يقول ليبلغن هذا الأمر مبلغ الليل والنهار ولا يترك الله عز وجل بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل بعز يعز الله عز وجل في الإسلام ويذل به بالكفر حديث صحيح صحى الإمام الحاكم ووافقه الذهبي وجاء في صيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذ لهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك ويقول عليه الصلاة والسلام بشر هذه الأمة حديث صحيح الإصناد روى الإمام الحاكم وابن حبان وصحى ووافق الذهب يقول عليه الصلاة والسلام بشر بشر هذه الأمة بالسناء والنصر والتمكين فاليأس لم يرد في القرآن الكريم مطلقا إلا مذموما الله عز وجل لم يرد في القرآن ولم يأتي اليأس أبدا إلا وقد ذمه الله عز وجل فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الفأل الحسن لذلك قال عليه الصلاة والسلام من قال هلك الناس فهو أهلكهم أكثرهم هلاكا وتقرأ فهو أهلكهم أي كان سببا في إهلاكهم وفي انحطاطهم فلنحذر أن نكون دائما أصحاب أمل وإن كنا أيضا أصحاب ألم لنحذر دائما أن نكون من المثبطين الذين يرجعون الأمة ويدمنون من الكلام المحبط لهذه الأمة لا أن نصر بإذن الله قادم بسواعدكم إذا أردت أن تنصر هذه الأمة فكل منكم على ثغرة من ثغر الإسلام كل منكم لبنة صالحة في هذا المجتمع لا تقول الأمة انحرفت وانظر إلى نفسك لأنك ستبعث وتقف بين يدي الله عز وجل وحيدا فريدا فالله عز وجل لن يسألك عن ذنب غيرك وإنما سيسألك عن ذنبك أنت فكل نفس بما كسبت رهينة كل إنسان سيسأل عن نفسه سيسأل الطبيب قصر لما قصر المعلم في مدرسة أو جامعة قصر لما قصر المزارع، الصانع، التاجر، الممرض، العامل كل واحد منكم على ثغرة من ثغر الإسلام إذا أردت لهذا الدين عز وتمكين فعليك أن تبدع في مكان عملك لا تنظر إلى مديرك هو ينظر إليك أو يراقبك لا انظر إلى الله الذي ينظر إليك الله ناظر إليك الله مطلع عليك اجعل شعارك لا يضركم من ضل إذا اهتديتم أنا أسير بالطريق القويم المستقيم مهما حوجت السبل مهما انحرف الناس سأبقى على الطريق المستقيم سأبقى لبنة صامدة صابرة لأن أسمح لأعداء الأمة أن تأتي من قبلي فكل منكم على ثغرة من ثغر الإسلام فلا يؤتين من قبلك أقم دولة الإسلام في نفسك أقم دولة الإسلام في أسرتك في أبنائك في زوجتك في عملك بين أصدقائك وأهلك وخلانك وجيرانك تقم على أرضك لا تيأسن لا تيأسن لعسرة فوراؤها يسران وعدا ليس فيه خلاف كم عسرة قلق الفتاة لنزولها لله في إعسارها ألطاف لله في إعسارها ألطاف لله في إعسارها ألطاف وإن نداع فأمن اللهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا الله يا الله يا الله نسألك يا الله يا ذا القوة المتين أن تجعلنا من أوليائك من حزبك حزب الرحمن يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن يرفعون رايتك ويحققون غايتك اللهم انصو الإسلام والمسلمين فوق كل أرض وتحت كل سماء اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم أذل الشرك والمشركين واجعل تدبيرهم تدميرهم يا رب العالمين اللهم كل المستضعفين في كل مكان كل المستضعفين في باكستان وفغانستان والشيشان وميانمار وإفريقيا الوسطى وسوريا والعراق ومصر وفلسطين وغزة العزة يا رب العالمين اللهم كل إخواننا في كل مكان برحمة منك يا أرحم الراحمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأنت يا أخي أقم الصلاة تبارك الله فيك